تتصاعد بين مدة وأخرى نذر حرب إلكترونية عالمية كان العراق واحدا من أهم محطاتها خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعرض نحو 30 موقع إلكتروني تابع لوزارات وجهات رسمية في العراق من بينها ما يعرف بجهاز الأمن الوطني للاختراق من مجموعة تطلق على نفسها اسم ماكس برو المخترقون تحدثوا عن فساد سبرانين يحدث باسم الجهاز على يد مجموعة من الأشخاص حيث أظهرت رسالة طويلة موقعة باسم ماكس برو أن فريق الاستجاب للأحداث السبرانية الذي شكلته الحكومة وظف أشخاص يتلاعبون ببيانات العراق وبنيته التحتية وأمنه وتحدثت المجموعة عن عمليات ابتزاز يقودها مسؤولون في جهاز الأمن الوطني ونشرت أسماء عدد منهم على واجهة المواقع الحكومية المخترقة وهم كل من مصطفى وفراس وليد وأسامة حبيب وحسين اللامي متهمة إياهم باستغلال مناصبهم لتمويل مكاتبهم في بغداد وتمويل شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وأضافت أن هؤلاء يقومون بتسليم معلومات المواطنين الشخصية ومعلومات تخص الأمن العراقي لسماسرة ومبرمجين في دول عربية وإفريقية لكسب الأموال أو لنيل الشهرة بجانب عمليات ابتزاز لشخصيات عراقية من الوسط الفني والوسط الجماهري للترويج لأنفسهم وهدد فريق القراصنة العراقي باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الشخصيات الإدارية المسؤولة عن المتهمين في حال عدم محاسبة موظفيهم في مهلة أقصاها 72 ساعة مركز الإعلام الرقمي حذر المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية من إمكانية اختراقها بسهولة والتلاعب بالبيانات التي يجري تداولها عبر هذه المواقع وتحريفها في حين يؤكد خبراء في العالم الرقمي أن 90% من المواقع الحكومية غير محمية ويمكن اختراقها بسهولة جدا بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها ولم تصدر الحكومة أي تعليق على العملية التي وصفها أحد المختصين بالأمن الإلكتروني بأنها الأكبر منذ سنوات عديدة حيث سبق أن تم اختراق مواقع الحكومة لكن لجنة الخدمات البرلمانية اعتبرت اختراق المواقع الإلكترونية للوزارات الحكومية ومن بينها وزارات أمنية خرقا لسيادة العراق وأمنه المعلوماتي وبينت النائبة عن اللجنة هدى سجاد أن اختراق المواقع الإلكتروني لجهاز الأمن الوطني وبعض الوزارات الأخرى يعني أن الأمن المعلوماتي مباح في العراق من جميع الاتجاهات ليضاف ذلك إلى الاستباحة التي تعيشها أرض العراق وسماؤه ومياهه لكل من هدى ودب على حساب مصلحة الشعب والبلد واستقلاله